سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة الثالثة يا خالة صفية في المرة الفاتة أنا أتذكر قلنا أن موسى استأذن نسيبه يسرن عشان يرجع لمصر صح؟ وقوم يشوف أهله قام سافر من ميديل لمصر ها بعداك الحصد شنو؟ بعداك يا عماد وليكم كلكم في الطريق سيدنا موسى وأسرته وقفوا في مكان عشان يبيته ولأنه موسى ما كان ختى ولده حسب عهد الله لسيدنا إبراهيم المولى ظهر ليه عيان لأنه ما كان راضي عنه وكان مصيره قريب من الهلاك لكن زوجته سفورة لما عرفت الحاصل شالت لها سكين مصنوعة من الحجر وختنت الولد وقالت لزوجها انت دلوقتي محمي بالدم والقالة ده كان إشارة للختان و الله سبحانه وتعالى عفى عن سيدنا موسى طبعاً يا جماعة الله كان طلب من هارون إنه يمشي للصحراء ويستقبل موسى أخوه وهارون فعلاً مشع واستقبل سيدنا موسى في طور سيناء وسلم عليه بشوق وسيدنا موسى عليه السلام كلم هارون بكل اللي قالوا الله ليه لما رسله وبرضو كلموا بالمعجزات اللي الله أمروا إنه يعملها وسيدنا موسى وأخوه هارون مشوا مع بعض وجمعوا كل كبار بن إسرائيل وهارون كلمهم بكل اللي قالوا الله لسيدنا موسى كمان سيدنا موسى عليه السلام عمل المعجزات جدامهم وآمنوا ولما عرفوا إنه الله شافح وقالوا محن عليهم وقرر إنه يساعدهم سيدوا وشكروا الله بعد ذاك سيدنا موسى وهارون ومعاهم شيوخ بن إسرائيل كلهم مشوا الفراعون وهارون خاطف فراعون وقال ليهوا يا جلالة الملك الله الحياة دايم بيقول لك أدي من إسرائيل الشعبي المختار الإزن وخليهم يطلعوا عشان يعيدوا ويعبدوني في الصحراء الله الحياة دايم الله دمنوا الله دمنوا عشان أنا أسمع كلامه وأخلي بني إسرائيل يمشوا يعبدوا في الصحراء أسمعوا أنا ما بعرف الله وما هخلي الناس دين إمرقوا من هنا الله يا جلالة الملك هو الإله المسيطر على الكون هو إله العبرانيين ورسلنا لك عشان تخلي شعبه يسافره لمدة ثلاثة أيام ويمشوا ويمشوا يعبدوا في الصحراء ويقدموا له الضبايح هناك وإلا حيبتلين بمرض خطير وغاتل أو بحرب يا موسى يا هارون إنتوا ليه عايزين تعطلوا الشعب دا من شغله دا شعبي كبير وعندهم شغل كتير أنا ما بسمح بتعطيلهم عن العمل يلا إنتوا اللي اتنين أمشوا من قدامي أمشوا شغلكم وخلوا الناس دير كمان يشوفوا شغلهم يلا وفراعون كان عنده رسالة واضحة وصارمة عايز يوصيها لعمال الصغراء بواسط رؤساء العمال مصريين ومساعدينهم المشرفين اللي كان عينهم من العبرانيين يا حارس أمرك مولاي أجمع ليه الرؤساء العمال والمشرفين على أعمال الصغراء أسا حاضر يا مولاي يا رؤساء العمال نعم يا مشرفين نعم شوفوا هنا أنا عاوزكم من دلوقتي ما تدلوا عمال ديل أي تبين عشان يعملوا بوابطوب زي زمان حاضر خلوهم يمشوا يجمعوا التبين براهم حاضر جال ومع كده طالبوهم بنفس كمية الطوب الكام بيعملوها في الأول بدون نقصان حاضر حاضر الناس دير كسالة عشان كده حيصرغوا ويقولوا خلونا نمشي نقدم طبايح لإلهنا خلونا ليه لا ما في أي كلام زي ده وما في أي طريقة واتقلوا عليهم العمل عشان يتلووا وما يفكروا في الكلام الفارغ ده حاضر جلالتك حاضر حاضر جلالتك ورؤساء العمال والمشرفين طلعوا وكلموا العمال بأوامر فرعون والعمال يتوزعوا في محلات مختلفة عشان يجمعوا القش بدل التبين أسكت أرعب عليك أرعب عليك أسكت 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 أنت كلكم تستحقوا الضرب لأنه كمية الطوب المفروض تعملوها نقصات أسكت يا 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 سيري الكمية نقصت عشان انت مدت أسكت عشان مدت عمانة تمن وهم شو براهم عشان يجيبوه أسمع 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 علي أسمع علي أنتو عبيد ودي أوامل جراكة الملك وليحنا بننفذ مفهوم حاضر والمشرفين العبريانيين يا جماعة ماشوا وتوسلوا الفرعون وقالوا ليهم يا جلالة الملك يا جلالة الملك نرجوك أرحمنا لأننا بنخدمك بكل إخلاص ومع كده رؤساء العمال بيعملون بجسوة ويطالبون بنفس كمية التطوب الكانت بتدعم الزمان وبضربونا بضربونا إذا الكمية دي نقصت مع إنهم ما بد العمال البنشرف عليهم أي تمن يا سيدي الزنب ما زنبنا لا زنبكم ما زنبنا زنبكم وإنتوا كسالة عشان كده بتقولوا خلونا نمشي نقدم أنت بايح لعالله لا ما في ليكم أي طريقة يلا همشي شوفوا شغلكم نحنا ما هنديكم تبين وكمان كمية التطوب لازم تتعامل زي ما كانت مفهوم ولا زيد الكمية مفهوم مفهوم وطبعا المشرفين لقوا نفسهم في مشكلة كبيرة جدا لأنه غمال كان لازم يجمعوا التبين براهم وينطوا يطوب بنفس الكمية اللي كانت زمان ومع تظلمهم فرعون برضو ما رحموا ولا خفف عليهم والمشرفين دي لما طلعوا برا من عند فرعون لقوا سيدنا موسى و هارون واكفين من تظرنهم ومن الغضب قالوا ليهم يا موسى نعم يا هارون أيوا أيوا في شنو نسأل الله إنه يعاغبكم لأنكم خلاتوا فرعون والشعب يكرهونا وأداتوهم السيف عشان يكتلونا وسيدنا موسى عليه السلام اتأثر بالكلام ده ومشى دعا الله وقال يا رب يا رب إنه ليه خليت الشعبي دي يتعذب كده وليه رسلتني لأنه مما أنا مشاهد لي فرعون عشان أتكلم معاه باسمك جسوته على الشعب زادت يا رب يا رب يا رب انا نغذ شعبك وقال الله رب العزة سبحانه وتعالى قال لي سيدنا موسى يا موسى قريب انت حتشوف الان حعمله لي فرعون بيد القديرة حجبره انه فيك شعبي وبيدي القديرة حخليه يطلعه من بلده غصبا عنه يا موسى اجدادك ابراهيم واسحاقه يعقوب عرفه اني انا الله القدير لكن ما حضر تحقيق العهد اللي أنا قطعت لهم باني اديهم ارض كنعانة لعاش فيها غرباء وبرضو كمان دلوقتي سمعت تصراخ بن اسرائيل المستعبي دنهم المصريين وحقوفي بيعهده عشان كده اقول لي بن اسرائيل انا الله الحي الدائم ححلسكم وحرركم من عبوديتكم وانجيكم بيد القديرة وانزل على المصريين احكام رهيبة واجعلكم شعبي واكون الهكم وتعرفوا اني انا الحي الدائم نجاكم من عبودية المصريين ودخلكم الارض اللي اخسمت لابراهيم واسحاقه يعقوب اني اديها ليكم ولزريتكم الارض دي هديكم ليها وتكون ملككم بعد ذاك سيدنا موسى مشى وقال لشعبي بن اسرائيل الكلام ده لكن بن اسرائيل ما سمعوا كلامه لانهم كانوا ياسين بسبب العبودية القاسية بعد ذاك موسى كانوا عمروا 80 سنة 80 سنة 80 سنة واخوه هارون كانوا عمروا 83 سنة اكبر منه اكبر منه 3 سنة اكبر منه باب 3 سنين وقال له قال لسيدنا موسى يا موسى انت حتكون مبعوثي الفرعون وهارون أخوك هيكون مساعد لك انت عليك تبلغ فرعون بكل البق مركباه وهارون أخوك عليه انه يكلموا عشان يفيك شعب بيبن إسرائيل ويسمح لهم بالخروج من مصر لعباته لكن انا حجثي قلبي فرعون ومع اني حأعمل حاجات مستحيلة وغريبة في مصر لكن فرعون في كل مرة ما حيختنع وما حيسمح كلامكم أبدا لغاية ما في الآخر أضرب مصر وأنفس فيها أحكام رهيبة بالضربة القاضية زيادة على الضحفة اللي حيكون حصل لها من الضربات الفاتد وأطلع شعبي بن إسرائيل منا والمصريين حيعرفوا فعلا أني أنا الله الجبار لما أضرب بلدهم وأطلع منا شعبيه وسيدنا موسى عليه السلام وهارون أطاعوا أمر الله بالكامل أها يا جماعة بخصوص أول واحدة من الحاجات الغريبة اللي كان الله ذكره قال لي سيدنا موسى يا موسى فرعون حيطلب منك تعمل ليه معجزة ولما يطلب منك الطلب ده أنت قل لي هارون يشيل عصايته ويرميها جدا فرعون عشان تتقلب لإسعبان وموسى وهارون فعلا أطاعوا الله وقاموا ومشوا الفرعون وهناك تم كل القالوا الله بالخصوص ده وهارون رمى عصايته جدا فرعون ومستشارينه والعصاية فعلا اتقلبت لإسعبان يا جماعة يا جماعة نحاق تأبت والله فترته المرة جاية إن شاء الله بتملكم الجدد تالي إن شاء الله إن شاء الله مع الله معكم راحة يونك تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين ترجمة نانسي قنقر